تقريبا على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الرسالة النصية القصيرة المرسلة من جوف بي اتش والمتضمن طلب تحديث البيانات على موقع البواب الوطنية بحرين دوت بي اتش وذلك للاستفادة من نظام اشعارات تؤكد هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية على ان الرسالة صحيحة وقد تم ارسالها من قبل شركات الاتصال بناء على تنسيق مسبق مع هيئة تنظيم الاتصالات تفاصيل اكثر حول الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور زكريا الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الالكتروني بعد التحية دكتور زكريا كيف يمكن تطمين المواطنين والتأكد من ان عملية التسجيل هي عملية صحيحة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اشكر في البداية في زيون البحرين على اهتمامه لمشهوع اشعارات وفي الحقيقة طبعا مشروع الواطني في اشعارات هو احدى المبادرات التحول الالكتروني التي تتولى تنفيذها هيئة المعلومات الحكومة الترونية بدعم من اللجنة التنسيقية براثة صاحب السمو الملكي الامير حسلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب الاول لمنجسة الوزراء طبعا المشروع حد ذاته وهدف إلى ضمان وصول اشعارات الاخطارات الحكومية إلى صحابها طبعا بشكل فوري ومن دون اي تأخير بدل من طبعا المعاملات الورقية والبريد اليدوي ولو حب اؤكد عليه بالنحالين احنا حاليا قايمين على طبعا على حملة تسويقية وتوعوية بالتنسيق مع هيئة تنظيم التصالات وشركات تقديم التصالات على تسجيع طبعا الجمهور الكريم على تسجيع ارقام التصالاتهم في النظام من خلال حملة توعوية وكذلك ارسال النساء النصية اللي قد وصلت طبعا اسبوع الماضي وهذا الاسبوع وسوف تصل ان شاء الله الاخرين خلال السابق القادمة بالتنسيق طبعا هو التعاون مع هيئة تنظيم التصالات وشركات التصالة طبعا نقدر لها ونشكر لها هاي التعاون مثل شركات فتلكو وشركات ديفا وزين طبعا نحب طبعا نأكد ان طبعا رسالة وساطهم هاي شركات رسال صحيحة معكدة طبعا بالتنسيق مع الجهات المعنية عشان طبعا نشجع الناس ونسهل على طبعا المواطنين ومقيمين في ملكة البحرين سرعة الوصول للخدمة الالكترونية اللي من خلالها بمكانها مدخال ارقام التصالاتهم وتسجيلهم في مشروع اشعارات نعم دكتور زكريا لو نريد تفصيل اكثر حول آلية القيام بعملية التسجيل في نظام اشعارات طبعا في الحقيقة انا حب طبعا ابسط فوائد طبعا في البداية مشروع اشعارات وطبعا بواب مهم ان الاخوة والاخوات المشاهدين ان يعني يتعرفون على اهم طبعا اهداف مشروع اشعارات طبعا هو يهدف الى يعني تقريب المسافة بين الاجهزة والمؤسسات الحكومية مع المواطنين والجمهور نعم ومن خلال طبعا تذكيرهم واعلامهم بالمعاملات الحكومية التي قاموا فيها نعم على سبيل المثال مثلا تذكير تذكير يعني بانبطر بانتهاء بعض الوثاقة الحكومية مثل خصوة القيادة مثل خصوة القيادة قد مثلا تنتهي والشخص يعني والسائق ما يدى انتهت الا حسن محلار في مثلا في مخالفة او حالة معين في تفاجأ بانتهاءه او كذلك بطاقة الهوية او دواس السفر يعني يتفاجأون بعض بانتهاء البطاقة الهوية ودواس السفر مثلا عند السفر مثلا في المطار او جسر الملك فهد يقعون سحراش كبير او كذلك حتى تفاري بعض مثلا تقرامات تأخير فهذه النوع من الاشعارات التي تتوصل عن طريق الرسائل النقصية او عن طريق البريد الالكتروني بمكان من تذكرون الحكومة ووجهات المؤسسات المعنية بهذه الخدمات تذكرهم بانه قد انتهاء بعض الوثاق الحكومية او اختارهم كذلك في حال وجود عمل صيانة على تبيه المسافة بعض المناطق اللي تحتاج تطوير البناء التحتية اللي تتبع لعمل تكن بعض المواطنين فهي تم اختارهم بانه نؤكد بعض اعمال صيانة في تطوير البناء التحتية مثل شبكة الاتصال وشبكة الصرح الصحي وشبكة الكهرباء نعم ويعني يمكن ان نضيف لذلك استحداث بعض البيانات يعني كثير من جات الحكومية تحاول تتواصل مع جمهور او بعض المواطنين المقيمين ومعندهم مفيد اتصال بتحديث بياناتهم السكانية مثلا الخدمات السكانية او كالدعم المالي لوصول لهم وتذكيرهم بعض الاستحداثات او بعض المعاملات الحكومية فحنا نحاول نوصل انه يكون المسافة جدا قريبة بين المواطن وبين المواصلات الحكومية وعن طريق طبعا تقنية المعلومات الاتصالات بدن لنروح حقق قضية البريد والمراسلات الورقية اللي عادة ما ضيع او ما توصل حقق افحاب الشأن كذلك نعم فهذا طبعا المشروع يهدف في الاساس تستد الفجوة والتقريب المسافة بين المواطن نعم مختصارا الوقت نعم دكتور زكريا لو نعود الى الالية والكيفية في طريقة التسجيل طبعا طريق طبعا رسائل النصية للسفل ان شاء الله حق المواطني خلال هذا الايام نعم ويكون هناك ضابط بسيط يضغط عن عليه فيتحول مباشرة حق باب الوطني الحكومة الترونية او زيارة بحكم لتبيئة الباب الوطني الحكومة الترونية واختيار طبعا خدمات الشعارات من خلال الخدمة تم كان الدخول على الخدمة وادخال بعض البيانات الرئيسية حق المواطن يعني النظام يتعرف عليه بشكل صح نعم وادخال قام الاتصال للمواطن والبريد الالكتروني ومن ثم يتم التأكد من الهوية ويتأكد من رغم الاتصال نعم صحيح يتبع المواطن او الشخص اللي يتم تسجيله في هذا النظام وتنتهي طبعا اجراءات التسجيل بكل سهولة وتضمأنينها وبالعكس بتكون بيانات المواطنين نأكد على جدا حرصين على تأمينها وتكون في حماية شاملة من غير تتسرب او تتشهد الأجهزة او مؤسسات غير معنية ببيانات المواطنين وهذا الهدف الرئيسي ان نمنع ان تكون جميع الجهات عندها بيانات المواطنين فتكون في مركزية في بيانات واحدة بمكان محمي مسؤولة من جهات جاءة حكومية واحدة ومثل ما يمكن استخدامها للغراضة الرسمية فقط نعم الدكتور زكريا الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الالكتروني شكرا جزيلا لك